السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم الشباب النهاردة هنتكلم عن الجاز ديتكتور أو حساسات الغاز طيب بتركب فين حساسات الغاز يا بش مهندس ده بيركب جنب أي حاجة فيها مواسير أو أنابيب بيمر فيها غازات عشان لو حصل تسريب من المواسير أو الأنابيب دي بيبدأ يديني ألارم سريع طيب إيه الأماكن اللي بيمر فيها غاز؟ إحنا معظم المطابخ أخوانا بنشغلها بالغاز بالغاز الطبيعي فبالتالي فيه مواسير غاز في المطبخ طيب لو حصل تسريب أنبوبة البوتاجاز دي أو الغاز اللي بيطلع في المواسير أو أي غاز بيمر في مواسير لازم يكون فيه جاز ديتكتور فيه حساس بيركب في المطابخ بالذات فيه غرف المولدات مثلا في الجنريتور أو أي معدات شغالة بالغاز فبركب بجوار هذه المعدات جاز ديتكتور لأن المكان ده معرض لتسريب الغاز فلازم أركب حساسات تقدر تحس بأي غاز يتم تسريبه وتدي ألار مباشر إن فيه غاز تم تسريبه قبل ما تحصل عملية التسريب وتحصل مشاكل في هذا المطبخ أو في غرف المؤلدات أو في الغرف اللي موجود فيها غازات طبية مثلا فلازم أركب جاز ديتكتور حماية للأفراد وحماية للمكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر